هو ده لازم نعمل فول ستوب احنا دخلين على موسم جديد ودخلين بالتطلعات وطموحات كبيرة للكرة المصرية وللرياضة كلها وشايفين انحيازات الدولة لدرجة انه المستشار الديني للرئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهاري بيمدي ايده فيما يتعلق بالرياضة وعادي قول حتى ده شيء مش اخلاقي لان الرسالة السماوية بتدعم مكرم الاخلاق فيا جماعة المسألة خلاص فول ستوب من قبل اي جمهور لا يسيء لا للشاكبالة ولا الغرش كبالة ولا لاي لاعب ولا لاي لاعب والكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا من الفاظ موسيقى جدا لازم ان ناخد بالنا ان احنا حتى بنرتكب اسم كبير وبنرتكب زنب كبير جدا في النقطة الاخلاقية يعني ده كلام لا يصح على الاخلاق وايضا طبعا بدرجة اكبر اللعيبة كلها اللعيبة عليها مسئولية وإدارات الانديية عليها المسئولية الأكبر الحقيقة السكوت على جريمة ده اجرمت في حد ذاته لانه لو الكل تضافر والكل فعلا ممكن اقول لك حاجة أستاذ براهيم في مقاومة اي انحراف سلوكي مش هيبقى فيه ده في الملاعب أستاذ براهيم هقول لك حاجة وهنا ما نقدرش نقول ان احنا بنتكلم عشان اللعيب ساحب التصرف زم الكاوي لانه مش موجود في مصر اي زمالك مش هيطفى اعتمد الكلام اللي احنا بنقوله ده اي عندما يبسق لاعب وياسب محدش يبرر لازم يطلع اتحاد الكرة يقول لنا وصلت لايه في هذا الموضوع بزرط لذا كنا عايزين نبني بقى وعايزين نقول للناس كلها عيب مش معنى ان الكابتر حساب البدري مشي اه ان الفعلة تصقف لا ما صدر ويا جماعة محدش يزايد ان احنا بنطلب دي عشان دلع ابدا على فكرة ان سمعت سمعت التصريح للامير عازم مجاهد كان في منتالح ترامو القوة قالك ما صدر من مصطفى محمد ده يجب السكوت عليه وتمريره بحق بدعوة ان الجهاز مشي دخل البيوت والأسر كلها وفي نهاية حطنش عليه مدرب منتخب مهما كنت محتاجه واحنا محتاجينه جدا يعني احنا بنتكلم على المطش الجاي والله العظيم ثلاثة اذا كان ربنا هيكرمنا يبقى هيكرمنا عشان بنعمل الصح يا جماعة مش بنعمل الغلط ممكن نعمل الغلط وما نكسبش حاجة طب لو عملنا الصح وما كسبناش المطش هنكسب القيم يبقى كسبنا حاجة كسبت حاجة لبعد كده كم انت كسبت حاجة اول ما تاخد القرار الصح وربنا يكملها بالباقي لكن انا بقول من هنا انا مش عايز هذا الموضوع ومحدش يقول لي لا بالعكس هو مش موجود معانا النهاردة الزمالك اللي هاني يدفع سامنا بالعكس ربما ربما دي تفيده في مسيرته يوم ما يرجع نادي الزمالك تتقومي لانه لعيب كويس ومستقبله جاي فلما نفرمل سلوكه من دلوقتي هنستفيد هو لو رجع من غير ما يحسب هيكررها لا مش هيكررها هيكررها في أي حد لا وممكن يكررها هو في الزمالك طبعا طبعا احنا يا جماعة الموضوع مش موضوع زمالك وأهلي والله هو موضوع احنا حنعمل الصح طب لو فيه عنصر في النادي اللي هاني عمل كده لا يتحاسب وبقوة وبصرامة وتحاسبونا على سكوتنا وقتها لا تعرف اه سكوتنا حيبق غلط طبعا الاغلط منه تبريرنا طبعا ما انت ممكن تسكت وتخبل اه ما ينتهي اليه الأمر من جزاءات لكن لو بررت عشان تخفف الجزاء ما يصحش حييجي هنا في زي ما الكابتن عماد قال فلان وفلان غلط لو كان حصل غلط وكان يانبغى ان يكونوا حساب لكن حييجي واحد يقول لك اصدارات دفعت نقف في لحظة نحاسب وكل واحد بقى اعلامي مسؤول في نادي مسؤول في اتحاد جمهور لعيب لا كل واحد بقى يشيل شلته ويتحاسب سوف أ substانية شكرا لن تم